الحمد لله الذي كان بعباده خبيرًا بصيرًا تبارك الذي جعل في السماء بُروجًا وجعل فيها سراجًا وقمرًا منيرًا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفةً لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورًا وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدًا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارًا به وتوحيدًا ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا أما بعد عباد الله نواصل من قطع من حديثٍ عن غزوة الأحزاب التي كانت من أطول الغزوات وكان عدد الأحزاب فيها عشرة آلاف مقاتل كما مر معنا وجاءوا وحاصروا المدينة وحفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق ونقضت بنو غريزة العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثت أشياء عظيمة منها أن سعدًا ابن معاذ رضي الله عنه كان يرتدي درعًا وكان درعه ناقصًا يده كانت خارج الدرع فمر بخيمة عائشة رضي الله عنها وأمه أم سعد رضي الله عنها فرأوا أن درع سعدٍ غير صابقة كانت ناقصة فقالت عائشة رضي الله عنها لأمه لوددت أن درع سعدٍ كانت مكتملة وكان آنزاك المشركون ومن معهم من قبائل قطفان يرمون الصحابة بالنبل فجاء رجلٌ اسمه حبان ابن قيس ابن العرقة والعرقة هذه أمه وهي جدَّة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فرمى سعد رضي الله عنه بسهمٍ فأصابه في يده في عرقٍ في وسط اليد يُقال له الأكحل إذا أصيب فيه الإنسان قلَّ أن ينجو من ذلك فلما رماه قال خذها مني وأنا ابن العرقة فقال سعدٌ رضي الله عنه عرَّق الله وجهك في النار اللهم إن كنت قد أبغيت في حرب قريشٍ شيئاً فأحيني وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة ولا تُمِتني حتى تُريني من بني قريضة ما تقرُّ به عيني فاستجاب الله لدعوة سعد رضي الله عنه فوقف الدم من التدفُّق وبعدها في ذلك الحصار أسلم رجلٌ يُسمَّى بن عيم ابن مسعود القطفاني وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أسلمت وقومي لا يعلمون ذلك فأمرني بما شئت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نعيم إن الحرب خدع فخزِّل بينهم أي بين بني قريضة وبين الأحزاب من مشركي قريش وقبائل قطفان فذهب نعيم رضي الله عنه إلى بني قريضة وكان بينه وبينهم مودَّا فقال تعلمون ما بيني وبينكم من المودَّة وإني ناصحٌ لكم إن قريشًا ومن معهم ليسوا بدار مقام قال لهنا البلد ما بلدون وإنما جاءوا لنهمةٍ فإن وجدوها أصابوا ذلك وإن لم يجدوها رجعوا إلى ديارهم وتركوكم مع محمد ولن تستطيعوا على ذلك ولن تقدروا عليه فاطلبوا من قريشٍ رهُناً من عظامهم قالوا نطلب من ساداتهم رهائن يكونون معكم لأن قريش إن شدَّت الحرب قد يرجعوا ويتركوكم مع محمد فإن أعطوكم الرهُن فاقبلوا ذلك وذهبا إلى قريش وقبائل قطفان فقال لهم إن بني قريش قد نقضوا العهد الذي بينكم وجاءوا إلى محمد فطلب منهم أن يأتوا لهم برهن من رجالكم فيقتلهم محمد فإن طلبوا منكم ذلك فلا تعطوهم قال لهنا الجماعة مشوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له ندموا على الذي حدث منهم من نقط عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب منهم رهُناً من رجالكم وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدع وهنا الكذب يجوز فأرسلت قريش محمدًا فقالوا لهم لن نقاتله معكم حتى تُؤْتُونَا رُهُناً فقالت بني قريضة صدق نُعيم وقال المشركون وقال المشركون صدق نُعيم في ليلةٍ شاتية والجوع شديد والبردُ شديد فقال من يأتيني بخبر القوم وكان في ذلك قصة أن رجلًا جاء إلى حُزيفة ابن اليمان رضي الله عنه فقال له أصحبتم رسول الله قال حُزيفة نعم فقال الرجل وماذا فعلتم قال نجتهد أي في خدمته صلى الله عليه وسلم وغير ذلك فقال الرجل والله لئن كنا معه لما تركناه يمشي على الأرض فقال له حُزيفة رضي الله عنه لو كنت معنا حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم فلم يقم أحد فقال من يأتيني بخبر القوم وله الجنة فلم يقم أحد فقال من يأتيني بخبر القوم وله الجنة وأضمن له الرجع قال فلم يقم أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين حزيفة؟ قال فتقاصرت قال قم وائتني بخبر القوم قال والله لئن لم يسميني رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قمت فذهب حزيفة رضي الله عنه ليستقصي الخبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد أن الريحة قد بدأت تأتي على القوم وتكفي قدورهم وآتتهم الرهبة وزلزلهم الله تبارك وتعالى قال فجئت فإذا أبا سفيان بن حرب يقول ليس لنا هنا مقام فقوموا وارجعوا بعد أن نقضت بنو قريص العهد وبعد هذه الريح فركب أبو سفيان دابته وقال شعر إن فيزول دخل في الغوم دخل في المشركين شعر بذلك كان رجلا زكيا فقال فليسأل كل منكم من على جانبه قال حزيفة رضي الله عنه وكان ذكيا حاذقا قال فسألت الذي عن يميني من أنت فقال لي فلان وسألت الذي على يساري من أنت فقال لي فلان وقال كنت أستطيع أن أرمي أبا سفيان بسهم ولكني تذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدث شيئا وبفضل الله تبارك وتعالى رجع الأحزاب وأنزل الله تبارك وتعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته واغتسل صلى الله عليه وسلم فجاءه جبريل عليه السلام فقال يا محمد أوضعت السلاح قال نعم قال ولكن الملائكة لم تضع السلاح بعد وإن الله يأمرك أن تذهب إلى بني قريزا وإني ذاهب أمامك أزلزل حصونهم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يؤذن في الناس من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريزا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم البعث والدين كان الموقف موقفا شديدا فقد قام الصحابة رضوان الله عليهم في حفر الخندق في خمسة عشر يوما وحاصرهم الأحزاب خمسا وعشرين يوما ومع ذلك يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريزا ولم يتخلف أحد من الصحابة رضوان الله عليهم قاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذي مشكلتنا الزمن دا الزول تقول لي قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلقي لذلك بالا ويمشي برأيه وهواه وهوا غيره ولكن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك نصرهم الله تبارك وتعالى قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريزا فمن الصحابة من صلى العصر بعد العشاء الآخرة بعد صلاة العشاء يصلوا مداخرين وبعضهم صلوا العصر في وقتها وهم في الطريق قالوا لأن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهاب إلى بني قريزا وعندما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُعنِّف عليهم فكلٌّ متهد فذهب الصحابة إلى بني قريزا والملائكة تتقدمهم وحاصروا بني قريزا واستعصى الحصن على الصحابة رضوان الله عليهم وقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية في ذلك اليوم لعلي رضي الله عنه فعندما استعصى الحصن صاح علي رضي الله عنه وقال لأفتحن الحصن أو ألاقي ما لاق حمزا فحينئذ استسلم بن قريزا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لينزلوا لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وقالوا نرضى بحكم سعد بن معاذ رضي الله عنه لأنه كان سيد الأوس وكانوا حلفاء وكان بن قريزا حلفاء للأوس في الجاهلية قالوا نرضى بحكم سعد بن معاذ رضي الله عنه وكان مريضا بسبب ذلك السهم الذي أصابه به ابن العرق عرق الله وجهه في النار فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتوا بسعد رضي الله عنه وكان يمرط في خيمة أحد الصحابيات تسمى رفيدة رضي الله عنها فوسد له حمارا وحمل فيه فلما جاء سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم إجلالا لسعد رضي الله عنه وكان أناس من الأوس يقولون لسعد رضي الله عنه إنهم حلفاؤك فارفق بهم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي بحكمك كي ترفق بهم وكان سعد رضي الله عنه لا يتكلم فعندما كثر الكلام قال الآن آن لسعد أن لا يأخذه في الله لوم تلائم فجاء سعد رضي الله عنه فقال أحكمي نافذ في هؤلاء في بني قريضة قالوا نعم وقال أحكمي نافذ في منها هنا وأشار إلى خيمة الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقض قرفه احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله نعم فقال حكمي فيهم أن يقتل رجالهم وأن يسبى ذراريهم من النساء والأولاد وأن تقسم أموالهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات وهنا دليل واضح على عقيدة المسلمين أن الله في السماء أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمر أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع وهو القاهر فوق عباده سبح اسم ربك الأعلى كل هذه أدلة على علو الله تبارك وتعالى فلا تقتر بما يقول أهل البدع من المتصوفة وعباد القبور اليوم أن الله في كل مكان وإن قلت أن الله في السماء كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يصفونك بالكفر يقول لك التكافر وهم عارفين إن ذي عقيدة المسلمين والعقيدة الكفرية التي يقولون بها أن الله في كل مكان وإذا سألت قلت أين الله يقولون لك لا تسأل بأين والسؤال بأين سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه سأل الجارية فقال لها أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة والأحداث كثيرة في هذه القزوة فهي من أطول الغزوات ولكننا ذكرنا بعض تلك الأحداث نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ويثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين وقوموا إلى الصلاة أرحمكم الله